هذا كل الريوق هل قد؟ كل هذا الريوق يعني شخص واحد هذا الريوق فقط تمخذ الجبل فولد فأرا هذا ما خرجت به زيارة لم تخلو من الاستعراض قام بها وزير العدل الحالي خالد شواني إلى سجن الكرخ المركزي حيث أعلنت وزارة العدل عقب الزيارة عن التوجه لبناء سجون جديدة للتقليل من الاكتظاظ بين المعتقلين الذين لم تعود معاناتهم تقتصر على التعذيب والإهمال الطبي بل تجاوزتها إلى ملف الطعام لجنة النزاهة النيابية كشفت عن فساد ورشاد داخل السجون والمعتقلات بسبب عمل الشركات المتعاقدة مع وزارة العدل لإطعام السجناء بينما أكدت لجنة حقوق الإنسان النيابية أن ملف اكتظاظ السجون وما يرافقه من انتهاكات يوضح مدى ما يعانيه المعتقلون لأسيما بوجود تدخلات حزبية وسياسية في ملف الإطعام وتشغيل الحوانيت وكان السجين البريطاني السابق في العراق براين جليندينغ قد وصف الظروف التي عاشها خلال فترة اعتقاله لمدة شهرين بالبشعة التي ستطارده لبقية حياته بسبب هول ما رأاه من تعذيب نفسي وجسدي وقال براين إن السجناء يتعرضون للضرب بشكل دوري حتى إفقادهم الوعي في جلسات تعذيب لرفاهية الحراس فضلا عن زجهم في غرف صغيرة مليئة بالجردان مؤكدا أن النظام العدلي في العراق فاسد كليا المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب كان قد رصد وفاة نحو خمسين معتقلا نتيجة عمليات التعذيب والإهمال الطبي في السجون الحكومية منذ بداية العام الجاري وحتى شهر آبل ماضي نهيك عن احتجاز عشرات الآلاف من المعتقلين في ظروف غير إنسانية بوضعهم في زنازين مكتظة وغير مهيئة صحية لسنوات عدة بالدوافع الانتقامية وطائفية ولا توجد إحصائية رسمية لعدد السجناء في العراق لكن أرقاما متضاربة تؤكد أنها تقارب المائة ألف معتقلين يتوزعون على سجون وزارات العدل والداخلية والدفاع إضافة إلى سجون تمتلكها أجهزة أمنية مثل المخابرات والأمن الوطني ومكافحة الإرهاب وميليشيا الحجد مع حديث عن سجون سرية تضم آلاف المعتقلين ترجمة نانسي قنقر